وصلنا لأول فقراتنا مشاهدين لليوم رح نحكي فيها عن تصحيح الأبصار بالليزر طبعا بداية عمليات تصحيح الأبصار كانت بداية النطارات الطبية وبعدها العدسات اللاسقة زراعة العدسات اللاسقة ومن بعدها أكثر انتشارا تصحيح الأبصار بالليزر وكثير من الطرق الأخرى اليوم رح نتعرف على هذه العملية كيف عم تكون شو هي فوائدها شو هي نتائجها هل هي إلى مخاطر أو نتائج سلبية في المستقبل رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع معظيفنا اللي صار معنا بالستوديو الدكتور أيها مليونويلاتي استشاري بأمراض العين وجراحة تايس عد صباحك دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح الخير دكتور بالبداية خلينا نحكي عن عملية بداية عيوب شو هي عيوب الأبصار هلأ نحنا في عنا ثلاث عيوب للأبصار العيب الأول هو حسر البصر يلي بيكون في المريض ما بيقدر يشوف فيه المسافات البعيدة هون بتكون الأشعة الضوئية اللي بتدخل العين بتتركز أمام الشبكية العيب الثاني هو مد البصر يلي بيكون فيه المريض بيعاني منها الصعوبة بالرؤية القريبة أكثر من الرؤية البعيدة وهون بتكون الأشعة الضوئية اللي بتدخل العين بتتركز خلف الشبكية العيب الثالث هو الأستيجماتيزم أو الانحراف بهالعيب هاد بتكون سطح القرنية بياخد يكون مشكلة بالشكل الكروي المنتظم للقرنية فبدل ما تفوت الأشعال الضوئية وتتركز بنقطة واحدة تتركز بأكتر من النقطة فهدول أهم ثلاث عيوب للنظر الحسر، المد، والأستيجماتيزم طيب دكتور مثل ما بنعرف ناس بتروح أول شيء للنطارات الطبية في أشخاص بالطرق المتطورة راحوا للعدسات اللاسقة زراعة العدسات اللاسقة من مع بعض الليزر والليزك خلينا نحكي عن تصحيح البصر بالليزر رئيمة الشخص بيحس حال أنه لازم يقوم بهذه العملية وشو هي جراحة النظر بالليزر؟ بالنسبة لموضوع تصحيح البصر بالليزر هو طبعا هو خيار حديث وعم يرغبوه كثير من الناس لتصحيح البصر ويعتمد بالدرجة الأولى على رغبة المريض بالتخلص من النظارات في كثير من الناس بيجوا لعنا على العيادة العينية وبيطلبوا التخلص من النظارات نتيجة رياضات معينة مثلا عميمارسوة أو طبيعة عملهم بيكون لقلهم النظارات مزعيجة في بعض الناس أيضا ما عندهم الرغبة بلبس العدسات اللاسقة مثل ما بنعرف العدسات اللاسقة أوقات إلا بيكون كتير مشاكل بتعمل إلتهابات ملتحمة بتعمل أحمرار بالعين دمع فكثير من المرضى بيحبوا التخلص من النظارات أو العدسات اللاسقة فهي الليزر هو الخيار الأفضل لهذه النوع من المرضى طيب دكتور باعتبارك ذكرت أنه هي الخيار الأفضل اليوم خلينا نحكي عن معايير إجراء هذه العملية اليوم المريض وقت اللي بده يجري هاي عملية تصحيح الأبصار بالليزر فيه شروط معينة ممكن فيه أشخاص فينا نقول هدول ما بيقدروا يعملوا هاي العملية صحيح الحقيقة نحنا في معايير معينة لنقدر نرشح المريض لعملية الليزر مثل العمر لازم يكون أحد أدنى 18 سنة المريض يكون لا يعاني من أي مشاكل بالقرنية مثل مثلا أمراض القرنية المخروطية أمراض تحسوسية لازم يكون يعاني من أي مشاكل جهازية مثل السكري ارتفاع الضغط الشرياني الوخيم يلي بيكون غير مضبوط في كتير أصاص نحنا بناخدها بعين الاعتبار جفاف العين هو اللي بيكون أحد أهم أسباب فشل عمليات الليزر فنحنا في معايير معينة نحنا منشوف عند المريض وبعد منها منرشح المريض لعملية الليزر طب دكتور أكيد فيه أنواع لعمليات تصحيح البصر بالليزر صحيح خلينا نذكروا شوية شو هي هي الأنواع هلأ الأنواع الموجودة عنا في عنا نوع الـ PRK أو الليزر السطحي هي طبعا هي طريقة قديمة ولكن ما زالت حتى الآن محافظة على صدارتها بين التقنيات في عنا تقنية اللايزك المشهور هلأ وأخذ رواج عالمي كتير بكل دول العالم في عنا طريقة الفيمتو سيكنت ليزر في عنا تقنية السمايل الحقيقة أنواع الليزر كتير أنواع التقنيات كتير متعددة طبعا دكتوري اليوم إذا بنا نحكي إجراء تصحيح البصر بالليزر اليوم في الليزر وفي الليزك دائما في كتير أشخاص بيخلطوا بين عطوان شو الفرق بين الليزر وبالليزر؟ الفرق الحقيقة بينتهم بتكنيك العمل بقدر أشرح لك بطريقة مختصرة تكنيك العمل بين الطرفين الليزر السطحي نحنا منقدر عن طريق محلول كحولي منحطه على سطح القرنية منشيل الطبقة السطحية اللي بيقلو لها طبقة الظهارة وبعدها مننا منطبق الليزر طب دكتور عن إذنك بدنا نطلع نروح لغرفة الأخبار لموجهز الأخبار وبعدين رح نرجع نكمل معاك حوارنا رح نرجع لعن ضيفنا الدكتور أيها من ويلاتي دكتور منرجع لسؤالنا اللي كنا عم نحكي فيه اللي هو الفرق مع بين تصحيح البصر بالليزر والليزر كثير نعصب يخلطوا بين عطن حتى التسمية قريبة على بعض خلينا نرجع نشرح طيب هلأ أنا سأشرح لك بطريقة مبسطة الفرق بين التقنيتين بالنسبة للليزر السطحي أو الـ PRK نحنا منحط مثل محلول كحولي على سطح القرنية الهدف منه إزالة الطبقة السطحية من القرنية اللي هنا من إلا طبقة الظهارة وبعد ما أننا منطبق الإكسيمر ليزر بمقدار الضعف الموجود عند كل بريض وبعد ما أننا منحط بنهاية العملية عدسات لاسأة لحماية القرنية لنترك للطبقة السطحية من القرنية تترمم لحالة ومنزيلة العدسات لاسأة بعض حوالي بين الخمسة إلى السبعة أيام هذه التقنية الـ PRK التقنية الأولى أما بالنسبة للتقنية الثانية اللايزيك الفكرة هنا أنه نعمل شريحة بشكل حرف سي ومنرفع هالنافذة وبعد ما نطبق الإكسيمر ليزر بمقدار النقص الموجود عندك المريض وبعد ما نمرد من نرجع النافذة بهالتقنية هنا نحنا منكون حافظنا على طبقة الظهارة وما قربنا عليها هذا الفرق الجوهري بين الطرفين بالنسبة لنتيجة العمل الجراحي بالليزر يحس المريض بنتيجة أسرع وهي طبعا تقنية حديثة اللايزر أسرع من اللايزر اللايزك النتيجة تبعه بيأخذ المريض بشكل أسرع أما بالنسبة للليزر فالنتيجة النهائية بتأخذ بين الشهرين لتلتشهور لحتى يأخذ المريض النتيجة النهائية طيب دكتور في كتير من الأشخاص بيخافوا من قصص عملية جراحة البصار سواء اللايزر أو اللايزك دائما أو موضوعنا الأساسي اليوم اللايزر كتير أشخاص بيقولوا ممكن بهذا المتداول يعني بالعامة أنه ممكن يسبب عمى مستقبلا ممكن يكون له كتير مخاطر على البصر خلينا نحكي شوي إذا كان فيه له مخاطر طيب هلأ بالنسبة لأي عمل جراحي ممكن ينعمل سواء كان بالعين أو بأي جزء من الجسم أكيد في كل كل عمل جراحي لأختلاطات وهذا الموضوع طبيعي بكل يعني بكل طبيعة العمل الطبي ولكن بالنسبة لطبيعة عملنا نحنا كطباء العيون بتداخلنا على القرنية نحنا منحاول نتدارك ونعمل فحوصات كاملة لكل مريض استقصاءات كاملة سواء من خلال صور التوبوغرافيا للقرنية سواء من خلال مراقبتنا للمريض قبل ترشيحه لموضوع اللايزر لنحاول نحنا نبتعد قدر الإمكان على الاختلاطات اللي منشوفها بالنسبة لموضوع العمل بصراحة من خلال عملنا عملي كطبيب وعمل زملائي أنا ما شفت لسه حدفات بالعمل نتيجة عمليات اللايزر وهذا الاختلاط إذا كان سيكون نادر جدا جدا نتيجة تطور التقنيات الطبية بهذا الموضوع بصراحة طب دكتور اليوم تصحيح البصر بالليزر ممكن أنه يفيد ويكون مفعوله دائم مدى الحياة اليوم هاي العملية أو ممكن كل كم سنة ممكن أن ترجع تنعاد هاي العملية بصراحة هذا السؤال أنا بتعرض له بطبيعة عملي بالعيادة العينية قريب كل يوم تقريبا بصراحة هذا اللي نحن وقت نعمل عملية اللايزر نحن منعطي خبر للمريض أنه رح تكون النتيجة دائنة ولكن بالحقيقة هذا يعتمد على طبيعة تعاون المريض معنا لأنه أغلب المرضى بعد عملية اللايزر ويشوفوا نتائج كتير جيدة ويشوفوا مية بالمية فبعدوا وراء أجهزة الحواسيب ساعات متواصلة ومنهم بيقعد على الموبايل كمان فترة طويلة هذا الموضوع بيعتمد على المريض بالدرجة الأولى أنه هو يساعدنا لتاخد نتيجة العمل الجراحي لفترة الأطول فقعدوا وراء الحواسيب بتتعب العين وبتعمل إجهاد فممكن المريض يعاني من النكس بعد العملية فنحن هذا الموضوع نحن منحيط علم فيه للمريض قبل كل عملية وقت بيكون فيه إجهاد للعين نتيجة جلوس خلف الشاشات ساعات طويلة فممكن يسير فيه نكس لدرجات معينة رحنا هذا الموضوع حلما نخبر عليه المريض قبل العملية فمنعطيه خبر ومنعطيه خبر عن ضرورة ترطيب العين بشكل دائم بعد عمليات الليزر ترطيب العين جدا جدا هام بعد عمليات الليزر وبشكل دائم كل فترة لازم يستعمل الأطراط المرطبة لأنه فيلم الدمع جزء هام وأساسي للحصول على نظر مية بالمية تمام دكتور أكيد في تعليمات أساسية بيطرحها الدكتور يمكن قبل القيام بهذه العملية وبعدها مباشرة في تعليمات لازم يقوم فيها المريض منشان ما يتعرض لأي نوع من المخاطر اللي عم تذكر حضرتك خلينا نحكي نتوسع أكتر عن هاي التعليمات ما قبل العملية وأيضا ما بعدها بصراحة نحنا وقت بيشنا عنا المريض أول مرة بيكون مثلا حابب أنه يتخلص من النظارات نحنا منحاول بالأول مرحلة ناخد القصة المرضية كاملة في اسئلة معينة نحنا منسألها طبعا هي الأسئلة هانمي جدا لأنا أتوجه أول شيء لهالمريض لأقدر أنا أعرف إذا هو مرشح لعملية الليزر أو لا فحصي عن طريق المصباح الشرقي اللي بيقولون سليتلام لأقدر شوف بطلب منه أنا صور توبوغرافيا القرنية هي عبارة عن صور ملونة بتكشف لي سماكة القرنية بتكشف لي إذا بيعاني من أي مشاكل بكل طبقة من طبقات القرنية هذا الموضوع جدا هام أحاول شوف إذا كان عنده نظارات سابقة بهمني أعرف إذا كانت القدرة البصرية عنده مستقرة بالفترة الأخيرة وهي بصراحة معيار كتير ضروري لأنه لازم بتكون القدرة البصرية مستقرة لمدة ستة شهور على الأقل لإقدر أن أرشح المريض لعملية الليزر فعن طريق القصة المراضية والتحاور مع المريض ومحاولة معرفة شو عم يستنظر بعد العملية هذا جدا هام ومحاولة شرح شو ناطر المريض بعد العملية هذا كمان هام هذا الموضوع كنتم بنحكيه مع المريض بجلسة مفصلة ليكون المريض عرفان كل شي ناطره كل التفاصيل طبعا في حال ما بعد العملية دائما بيذكروا أنه يمكن في أشخاص لازم يرتدون الضارة لازم ما يتعرضوا للضوء هدول التعليمات اللي بتعطوها دكتوري صحيح في حال المريض اخترق أحد هاي التعليمات أو ما تجاوب معه اليوم شو المخاطر اللي ممكن يتعرض له هلأ وقت بيكون المريض بتبرو علينا كتير مرضى ما بيسمعوا التوصيات وانا شفتها كتير بحياتي بالعيادة العينية طبعا هذا الموضوع بيسبب لون غباش بالرؤية لأنه بيصير فيه جفاف بالعين مثلا عدم ارتداء نظارات شمسية بعد العملية بيزيد جفاف العين فبيزيد غباش الرؤية فبيرجع المريض لعنا وعم يشتكي من عدم وضوح الرؤية بالشكل الكامل فأنا بطلب منه ارتداء النظارة الشمسية برد بعيد التوصيات من الأول بردع بوصف له الأطراط المرتبة ليرد يترجع العين تسترجع نشاطه الكامل وصارت معنا كتير والمريض برد بيرجع بيسترجع نظره الكامل من هذه المخاطر ممكن تكون مؤقتة في حال ما انتبه للتعليمات طب دكتور إذا بنا نحكي عن نسبة النجاح لهذه العمليات قديش تقريبا نسبة النجاح ولا حسب كل شخص سدين حسب كل شخص أكيد بلعب دور هذا الموضوع بس بتطور التقنيات والأجهزة اللي عم تتعامل مع الموضوع لأنه الأجهزة هي اللي عم تساعدنا نحنا بأصل شريح من سباكة القرنية فنسبة النجاح هم تكون عالية للحقيقة أنا ما عندي بصراحة حسب إحصائي أحكي رقم معين بس يعني أغلب المرضى عم يكونوا مبسوطين وحتى عم ينصحوا أقربهم باللجوء لهذه النوع من العمليات هي العملية بسيطة كتير يعني مدة دقيقة واحدة وبيكون المريض صاحي وواعي ونحنا منحاول نهديه ونعطيه تخدير كعملية لا تخدير موضعي أكيد تخدير موضعي والمريض صحيان ودقيقة لك العين ونحنا منحاكيه للمريض طول فترة العمل لنعطيه للمريض الراحة النفسية فبعد بنقوله الحمد لله على السلامة والأمور فبنتابع بقب وتابعة دورية لبدة شهر أو شهرين بعد العملية نتأكد أن المريض صار وضعه مستقر مية بالمية طب دكتور بسؤال أخير المي البيضاء اللي بتنزل على العين في كتير أشخاص بيقوله أنه الليزر بيعالج هاي القصة هل هذا الموضوع الصحيح؟ بصراحة هاي تقنية حديثة جدا جدا موجودة بالاتحاد الأوروبي والفكرة منها غير أنه معالجة المي البيضاء معالجة القدرة البصرية عند المرضى لأنه نحنا عنا بعد عمر الأربعيس سنة عند كتير من المرضى بتصير بقى مشكلة النظر القريب فنحنا عن طريق جراحة الساد أو الماء البيضاء نحنا ممكن نلعب بهالموضوع نقيم العدسة نقيم المي البيضاء الموجودة ونحط عدسة داخل العين بتصحح النظر للمريض للبعيد واللقريب والحقيقة هي تقنية كتير حديثة وعم نمارسها اللي أصرت موجودة عنا بسوريا وعم تلاقي كتير رضا من الناس صراحة أنا شخصيا يعني عملتها لكتير ناس وكانوا الناس مبسوطين لأنه تخلصوا من النظرات للبعيد واللقريب فأنا بنصح فيها وهي تقنية كتير حديثة موجودة بالاتحاد الأوروبي هلأ كتير حلو أكيد دكتور بختام فقرتنا لليوم بدنا نتشكراك المعلومات اللي قدمتها أكيد بدنا نتمنى السلامة للجميع دائما دكتور رأيها من ويلاتي استشاري بأمراض العين وجراحة شكرا كتير إليك بأي تنهار حلو لإلك